خلاص خلصنا الهزار والتحفيل والترويش على الزمالكوية من امبارح بعد خماسية النادي الالي اللي رزعها للزمالك امبارح كده لكن جايين النهاردة بقى نتكلم بجد عن اسباب خسارة الزمالك من الالي واسباب انهياره قدام المارد الاحمر واسباب تفوق النادي الالي واكتساحه للزمالك امبارح وما فيش مانع برضه من شوية هزار وضحكي وترويش تاني يا عم ده انا كسبانك خمسة ده انت لما بتكسب واحد ولا اتنين بتعمل فرح لمدة سنة فلما تكون بلعبك مباراة مسمى بديربي كده ورقعك فيها خمس جوال تعرف ان النتيجة دي هتفضل معلمة على وشك لسنين قدام بعض الزمالكوية بقى من مبارح كده لسه ما بطلوش عياته وبعضهم التاني عمالين بيحاولوا يقنعوك ان خمسة تلاتة دي زيها زي اتنين صفر زيها زي تلاتة واحد زيها زي اربعة اتنين لكن ما فيش الكلام ده اللي سكرات الكبيرة اللي بتتعمل في مطشات الديربيات ما بتتنسيش الخمسة تلاتة دي هتفضل معلمة على وشك زيها زي الستة واحد نتائج عصرناها نتائج شفناها هترجع انت بقى في التاريخ وتقعد تقول لي ما انا كسبانك ستة صفر مرتين مطشات قديمة ولا انت شفتها ولا انا شفتها ولا حتى شفت اللي جوال بتاعتها ما الاهلي كسبت زمالك قبل كده تسعة واحد لكن مطشات قديمة جدا برضو موجودة ومذكورة في التاريخ لكن اللي جوال بتاعتها مش موجودة ماتشاط ما شفناهاش خلينا في التاريخ الحديث وخلينا في اللي شفناه ستة واحد للنادي الأهلي وخمسة تلاتة واربعة اتنين وسكورات من اللي قلبك يحبها والله هرجع واقول ان خمسة تلاتة بتاعت انبارح دي كانت ممكن تكون ستة وسبعة وتمانية وان الحمد لله ان النتيجة خلصت كده بس وازا ما الكوية بيحمده ربنا ان النتيجة خلصت كده وشايفين ان النتيجة دي احسن نتيجة كانوا يخرجوا بيها انبارح قدام الغول النادي الاهلي هتكلم النهاردة بقى في كل تفاصيل المباراة في تشكيل النادي الاهلي ومين اللي كان الافضل في النادي الاهلي وهنقيم اللعيبة كلها وقل لي رأيك في الكومنتات مين اللي كان الافضل في النادي الاهلي ومين اللي كان الاسوأ وهنتكلم كمان في تشكيل نادي الزمالك وفي اسوأ اللعيبة اللي كانت موجودة في المباراة اللي كانوا السبب في خماسية النادي الاهلي قل لي رأيك برضو في الكومنتات مين كان اسوأ لاعب في نادي الزمالك ومين اللي كان السبب ان الزمالك يخسر بخماسية مبارح مستني كومنتاتكم كلها وبعد ما تكتب كومنت دوس على اللايك كده وما تنساش تعمل شير عايزين الفيديو يوصل لكل الناس ولو انت مش مشترك في القناة اعمل اشتراك دلوقتي وشغل الجرس عشان تجي لك كل حلقات اللي هنعملها بعد كده يلا بينا قبل ما ندخل في الكلام عن تفاصيل المباراة كده خلينا نبص على جدول الدوري بقى عامل ازاي بعد الجولة التالتة النادي الاهلي طبعا على الصدارة بفوز 3 مباريات و4 المباراة الاولى كسبها 4-0 المباراة التانية 1-0 المباراة التالتة 5-3 النادي الاهلي ازاي القطر بيدوس على كل الفرق اللي قدامه عامل اسكورات عالية عامل اداء عالي بيكسب التلات مطشات ما بيتعدلش ما بيخسرش 5 و5 على النادي الاهلي بعد ايه على طول في المركز التاني يجي برامتز اللي كسب برضو 3 مطشات الفريقين الوحيدين بس في الدوري اللي قدروا يكسبوا اول 3 مطشات بعد كده غزل المحلة بعد كده البنك الاهلي والزامالك في المركز الخامس يعني شار 5 مباراة من الاهلي وفي المركز الخامس كمان في جدول ترتيب الدوري ايه ابو 5 ملك في ايه ده كده بالنسبة لترتيب الجدول تعالا نبص بقى على تشكيل النادي الاهلي وندخل على طول كده في الموضوع بيتسو موسيماني بيلعب بالتشكيلة اللي بدأ بها من ساعب بداية الدورة ده 3-4-3 عجبني جدا ان الراجل مصر على قناعته هو ما بيغيرش رأيه حسب النقد وحسب هجوم الجماهير كده لا هو شايف انه عايز يلعب 3-4-3 لعب 3-4-3 مع انه كنت شايف ان الافضل ان الاهل يلعب 4-2-3-1 الطبيعية بتاعته وما نعملش اي مجازفات في مطش الزمالك لكن انا اسف يا عم موس اعمل اللي انت عايزه اللي انت شايفه يا باشا تلعب بيه لعب 3-4-3 سلاسي كده في خط الظهر محمد الشناوي طبعا كان مفاجئة الديربي انه يبدأ في بداية المباراة والظهر بأداء ممتاز جدا وصد اكتر من كرة قدامه سلاسي كده حمد فتحي لبرو قدامه اتنين سرد باك نحية اليمين وسرد باك نحية الشمال ايمن اشرف وبادر بنون قدامهم رباعي في نص الملعب علي معلول طاير وفاتح في الشمال شارع باسمه والنحية التانية اكرم توفيق الترباس على رأي متحة شلبي زي ما كان بيقول كده ترباس النادي الاهلي اللي ما بيعديش اي حد اكرم توفيق اتنين فنص الملعب المايستور وعمر السلية والدبابة المالية اليو ديان افضل لاعب اللقاء قدامهم تلاتة على اليمين افشا على الشمال بيرسي تاو ومهاجم وحيد محمد شريف دي كانت تشكيلة النادي الاهلي تشكيلة كانت مميزة جدا كل اللاعبة كانوا رجالا باره وكانوا موفقين وعملوا مباراة كبيرة لكن لو هنقيم لعبتي النادي الاهلي بدري كده قبل ما نقول تشكيل نادي الزمالك ونتكلم عن تشكيل نادي الزمالك لان تشكيل الزمالك فيه تفاصيل اكتر بكتير حابب اتكلم عليها خلينا كده نقيم لعبتي الاهلي الاول محمد الشناوي مبارح ستة من عشرة عمل مباراة كويسة لكن نستقبل ثلاث اهداف ما يسألش عنهم الصراحة لكن محمد الشناوي ستة من عشرة ودامه سلاسي كده في خط الظهر ايمن اشرف سبعة من عشرة عمل مباراة كويسة جدا مبارح حمدي فتحي تسعة من عشرة واحد من افضل لعبتي المباراة اللي كان ماسك مهاجم نادي الزمالك عمر السعيد ما خلهوش يشم الكرة تماما وهنتكلم عن عمر السعيد يا جماعة ليه فقرة الوحده النهاردة بدر بنون مبارح ستة من عشرة ودامهم اتنين على الدايرة اتنين سوبر للنادي الاهلي خلوك الافضل في المباراة خلوك دايما الكرة في رجليك كانوا الاقوى مبارح عمر السلية عشرة من عشرة واحد من نجوم المباراة او نجم المباراة الاول من وجهة نظرنا عمر السلية بعديه على طول قليو ديانجة عشرة من عشرة برضو عمل مباراة قوية جدا مبارح في نص الملعب جنبيهم علي معلول تسعة من عشرة واحدة من افضل مباريات معلول فتح شارع باسمه نحية الشمال كده خدر بالجزاء وسجل هدفين وكان عمل مباراة عظيمة على ابن بلده حمزة المسلوسي اللي ليه فقرة الوحده برضو النهاردة اكرم توفيق نحية اليمين تسعة من عشرة برضو رباعي نص الملعب كانوا عليين جدا للنادي الاهلي ترباس النادي الاهلي اكرم توفيق خلى بن شرقي مش موجود في المباراة مبارح تخش قدامهم بقى على سلاسي الهجوم كده محمد مجدي افشا تمانية من عشرة عمل مباراة كبيرة جدا بيرسي تاو اقل لاعب في لعب النادي الاهلي مبارح من وجهة نظري كنا مستنيين منه اكتر من كده بكتير خمسة من عشرة ومحمد شريف طبعا تسعة من عشرة مهاجم النادي الاهلي بيرجع تاني يلمع كده وبيرجع يعمل مباراة من مطشطه كبيرة ضغط عالي جدا سراعات كبيرة جدا في هجوم النادي الاهلي هجومنا كمان كان بيعتمد على محمد شريف بشكل كبير في الفترات اللي كنا بندافع فيها بتلعب على الهجم المرتدة وبتعتمد على سراعات شريف خلينا نكمل تاني مع النادي الاهلي قبل ما ادخل كده على نادي الزمالك وخلينا نتكلم شوية عن عمرو السلية مايستر ونص الملعب عمرو السلية اللي بيعمل اسستة على طريق الديمارية كده اسست من ارواع الاسستات او افضل اسست في تاريخ الديربي يجي هو واسست وليد سليمان اللي عمله لابوتريكا بالكعب اللي اتنين جنب بعض كده خد قلبي والله مبارح في الجول ده جول من ارواع اللي جوال اللي الاهلي سجلها في الدوري عمرو السلية مبارح وقاليو ديانجو ومعاهم كمان مجدي افشا خلوا النادي الاهلي يملك الاستحواز اغلب المطشط وافتكر كده معايا انا قلت ايه قبل المباراة لما كنت بعمل مقارنة بعد ما ماشوا فرجاني ساسي خسروا كتير جدا وما عوضهوش باي لعب ونص ملعب الاهلي هيخليك تمسك القورة اغلب اوقات المطش ونص ملعب الزمالك مش هيقدر يجريك ابدا في الموضوع ده وده فعلا اللي حصل معركة نص ملعب النادي الاهلي كسبها باكتساح النقطة التانية اللي حابب اتكلم فيها تشكيل 3-4-3 اللي مستر بيتسو موسيماني اعتمدوا خلاص للنادي الاهلي بيفرق بشكل كبير جدا مع علي معلول خصوصا اللي بيكون واخد الحرية الهجومية وبيقدر يعمل اللي هو عايزه معلول مبارح بيرجع لنسخته القديمة قوي كده لما كان بيقطع الدنيا من الجنب الشمال وما بيقافش في طريقه اي حد عمل كل حاجة مبارح تتعمل حمزة المسلوسي كان زبون بمعنى اصح قدر علي معلول يأكل عليه عشو حلاوة كده ويعمل كل اللي هو عايزه من الناحية الشمال علي معلول بيسجل هدفين وبيجيب ركل الجزاء وكمان السيست عمرو السلية اتعمل من ناحيته وكل حاجة عملت من ناحية حمزة المسلوسي وهنتكلم عن حمزة المسلوسي لوحده تالت حاجة محمد شريف مواجم النادي الاهلي زي ما بقول ما ينفعش يخرج من التشكيل ايا كانت حالته الراجل بيعرف يسجل من انصاف الفرص اه بيقوله عليم الشراطي وبيسجل وهو قدام الجول بس ما بيسجلش اهداف صعبة طبعا ده كلام فاضي ملناش دعوة بيه محمد شريف سجل اهداف صعبة جدا وبشماله وبيمينه من بره التمنتاشر وفي الزمالك كمان فمر ما جنش لكن انبارح سجل هدف مميز جدا اللي يشوفه كده يقوله الكورة دخل وحطها من قدام الجول لكن شوف سبق الوينش ازاي وكان جاي من وره ازاي وفرق السرعة ورايح على الكورة وكتمها على طول وقدر يسجل هدف ثالث مميز جدا شوف كمان ضربة الجزاء اللي تعادت محمد شريف عمل عليها في فولو اسرع لاعب في كل اللاعبة اللي كانت ببرا وقدر يسجل هدف قاهة لغة وتعاد تاني وسجله علي معلول لكن الفولو اللي عمله محمد شريف كان رائع وده كده كل حاجة بالنسبة للنادي الاهلي خلينا نتكلم شوية بقى عن نادي الزمالك كارتيروم بيبدأ بالتشكيل الطبيعي بتاعه اربعة اتنين تلاتة واحد اللي ما بيغيرهاش لكن عندي تعليق كده على مركزين اتنين هنتكلم عليهم بعد ما نقولي التشكيل مع بعض بدل الاول بابو جبل في حراست المرمى باكي يمين حبيبي حمزة المسلوسي نقطة ضعف الزمالك امبارح اتنين سرد بكات الوينش وجنبي محمود علاء حبيبي التاني ما كانش نقطة ضعف او امبارح لكن كان سيء جدا برضو باكي شمال ابو الفتوح اتنين في نص الملعب طارق حامد وامام عشور قدامهم اوباما في صناعة اللعب علي يمينه زيزو اللي ما كانش موجود خالص علي شماله بن شاقي اللي ترباس النادي الاهلي اكرم توفيق خلا برضو مش موجود خالص ومهاجم وحيد عمر السعيد اللي كان غلطة كبيرة جدا ان مستر كارتيروني يبدأ بيه امبارح ويقعد سيف الجزيري على الدكة وافتكر معايا كده الكلام اللي انا قلته قبل المباراة بختلف معاك في حتة صغيرة واحدة بس ان انا شايف ان سيف الدين الجزيري اميز بكتير جدا من عمر السعيد عمر السعيد لعيب جوه البوكس بس بيلعب دماغه مميز جدا في ضربات الرأس لكن سيف الجزيري اميز منه بكتير جدا برا الصندوق وانت محتاج لعب متحرد في ماتش زي ده سيف الدين الجزيري بالنسبة لي هو الاقوى واتمنى ان انتوا تبدأوا بعمر السعيد مش بسيف الدين الجزيري بالضبط كده والله يا جماعة قلتها قبل الماتش ان نفسي عمر السعيد يكون هو مهاجم نادي الزمالك لانه هيأثر عليهم بالسلب بشكل كبير جدا لعب كان سائط ومرمي وسط دفاع النادي الاهلي مقدرش يعمل اي حاجة ودي صفحات نادي الزمالك وهي بتقول ان عمر السعيد اهم مدافعين النادي الاهلي وبيتريقوا عليه كده انه فعلا ما كانش دي اي وجود مبالح والكلام ده انا قلته قبل الماتش ومش دي بس النقطة اللي انا اتكلمت فيها قبل الماتش وحصلت في المباراة الحمد لله لكن اتكلمت كمان على حمزة المسلوسي مش قبل الماتش بس في كل ماتشات الزمالك اللي قبل كده وكانت الناس بتنتقدني وتقول انت جاي على حمزة المسلوسي ليه لما رقمته بين بكتي من الاهلي والزمالك بين محمد هاني واكرم توفيق وحمزة المسلوسي وحازم امامه وكريم فؤاد وقلت انه هو الاخير فيهم كلهم الناس طلعت انتقدتني وقالتلي ازاي بتقول ان حمزة المسلوسي باكي من الزمالك الاساسي واللي بيلعب في منتخب تونس كمان تقول انه هو الاخير بعد كل الناس دي قلت لهم والله يا جماعة حمزة المسلوسي لعب ملطة حرفيا وده اللي ظهر امبارح حمزة المسلوسي بيعمل ضربتين جزاء واحدة مع علي معلول واحدة مع عمر السلية بمنتهى السزاجة في مباراة واحدة حمزة المسلوسي الاهداف كلها كان هو سبب مشترك فيها الكرة بتالت عمر السلية اللي عملها السيست برضو من عند حمزة المسلوسي عمل كل حاجة غلط ممكن تتعمل امبارح وكان حرفيا صفر هجوميا ودفاعيا وكان نقطة ضعف كبيرة جدا استغلها الاهل مبارح وقدرنا نكسب منها خماسية بس افتكر معايا كده شوية الكلام من اللي قلته على حمزة المسلوسي انا ما بيعجبنيش حمزة المسلوسي تماما وشايفه لعب ضعيف جدا انه يلعب في نادي الزمالك عارف ان في ناس بتقول مستواعي لي وفي الفترة اخيرة بقى متقلق جدا دفاعيا وهجوميا لكن انا بقولك وجهة نظر انا ما بيعجبنيش بصراحة المسلوسي خالص فشايف حزم امام ييجي مركز ثاني بعد كده محمد هاني مركز ثالث وحمزة المسلوسي مركز اخير المسلوسي النهاردة اقل لاعب في لعيبة نادي الزمالك وكالعادة في اغلب فيديوهاتي بيكون هو اقل لاعب كننقطة ضعف كبيرة جدا للزمالك النهاردة لعبوا عليها طول المباراة نادي امبي المسلوسي النهاردة 2 من 10 الحمد لله الواحد اللي بيقوله هو اللي بيتطبق في المتشاب بالضبط لو عايزين تشوفوني كده في الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي انا معنديش مشاكل ده بالنسبة لنادي الزمالك ولو هتتكلم على تقييم لعيبة نادي الزمالك كده فما يستهلوش ان هم يتقيموا كلهم من بارح كانوا دون المستوى باستثناء طارق حامد عشان اديله حقه كان بيحاول يقاتل في نص الملعب لكن كان لوحده امام عشور كان سيء جدا جدا في نص الملعب ومهما النادي الاهلي كان كسبان عليك سكورم ما تفتحش خطوطك بالجنان ده قدام النادي الاهلي لان الاهلي اكيد هيعقبك ومستر بيتسو موسيماني كان رحيم بيك جدا انه سمع كلامك كده ولعب بنفس الستايل رحشايل هو هجومه ويدا لك فرصة انك تهاجمه في المباراة كان ممكن يكمل زي ما هو وينزل كام لعب سريع كده ويقدر يعقبك بهدف واثنين وثلاثة والنتيجة كانت تبقى قياسية منفعش ابدا تلعب قدام النادي الاهلي بديفندر واحد لكن لو اتكلمنا عن الاسوأ بقى في نادي الزمالك طبعا على رأسهم كارتيرون اللي قدار المباراة ادارة سيئة جدا يجي من بعده ابو جبل اللي كان حارس مرمى كارسي مبارح واهداف كتير جدا بسببه فعلا وحمزة المسلوسي طبعا صفر من عشرة او مجموعة صفار مع بعض كده عمل كل حاجة غلط مبارح في الملعب عمر السعيد كمان اللي ما كانش موجود تماما الوينش ومحمود علاء كانوا سيئين جدا محمود علاء متعود منه على كده ودايما كنت بنتقده كتير لكن الوينش مبارح كمان كان سيئ جدا وامام عشور كان سيئ طارق حامد الوحيد اللي كان بيقاتل في نص الملعب وكان بيحاول كده لكن كان اعور وسط عميان ما كانوش شايفين كلهم حرفيا حواليه زيزو ما كانش موجود مبارح برضه وملعبش بالاداء اللي احنا متعودين عليه منه واشرف بن شرقي كان فايق والله شوية لكن بيلعب على اكرم توفيق واكرم توفيق يا جماعة حرفيا صعب جدا لكن افضل لاعب في لعيبة نادي الزمالك الاساسيين انبالح تقدر تقول طارق حامد واوباما هما اللي ها ممكن ياخدوا اكتر من خمسة من عشرة كده وطلعا مصطفى فاتحي مع انزولوا قلب المباراة جدا وكان ليه شكل وكان قادر يدوس على الكرة وسجل هدف جميل جدا بتزديدا من بره التمنتاشر هدف فردي لكن اهدفش كبالية ملهاش اي لازمة في الاخر المباراة انتهت خمسة ثلاثة وكده خلصت كل اللي عايز اقوله في المباراة مستني رأيكم تحت في الكومنتيات قول لي مين اللي كان الافضل في مباراة الاهل مبارح ومين اللي كان الاسوأ ومين اللي كان الاسوأ في نادي الزمالك وهل كان في حد كويس في الزمالك ولا لا مستني كومنتياتكم كلها وما تنساش تخبط لايك الفيديو شير على قد ما تقدر لو لسه مشتركتش في القناة اعمل سبسكرايب دلوقتي وشغل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات اللي هعملها بعد كده سلام